موسيقى السلام عليكم أهلا وسهلا بكم فيديو جديد مع عمر دايزر أخبار جديدة تسريبات حماسية أكيد وكالعادة في حلقة جديدة من موجز التكنولوجيا في حالة نهرة هنتكلم عن أخبار أو تسريبات حماسية من أوبو تسريبات كمان من سامسونج أخبار من جوجل أخبار من ريدمي وغيرهم يلا بنابدأ لأوبو F9 أكيد كان واحد من أحسن موبايلات الميد رينج في 2018 الموبايل كان تصميمه معتبر شيء جدا ومصفاته تعتبر كويسة جدا بالنسبة لسعره وأداء وكما نفس الكلام أكيد هناك حماس للجيل الجديد من الموبايل المفروض سيكون باسم أوبو F11 أو 11 Pro من فترة لو فاكرين كنا تكلمنا عن شوية تسريبات اتعرضت للموبايل وهي عبارة عن صور يتبين اختلافات كبيرة عن F9 المزايا الأساسية التي كانت في F9 أكيد هي الووتر دروب نوتش نوتش الصغيرة جدا كان شكلها سيابي ولطيف لكن F11 سيقضي على نوتش تماما وهو يستخدم كاميرا سلايدينج أو بوباوب كاميرا كما رأيناها في موبايلات فيفو تسريبات التي قمنا بها قبل كده ليس واضحة لكن كاميرا واضحة أنها تكون في نص الموبايل معاكس أنها تكون في نص الموبايل معاكس أنها تكون موجودة على الجنب لكن هنا موجودة في نص بالظبط من كم يوم ظهر تسريب لصورة رندر للF11 Pro وتوضح لنا الموبايل بوضوح قليلا والصورة تعتبر شكلها رسمية ملاحظ في الصورة أن التصميم هو تقريبا نفس التصميم الذي رأيناها على الصور المتسربة قبل كده لا يوجد أي نوتش أبدا هناك بسلسفلية صغيرة وعدم وجود هذا النوتش بفضل وجود الكاميرا السلايدر الذي غريبا أنها ليس واضحة في الصورة ولكن موسم من الأشياء الثانية متطابقة مع صور القبل كده بشكل الكاميراية الغرفية ومكان البصمة في الظهر وشكلها تقريبا الظهر كامل جاي مع لون جريدينت مثل ما رأينا من الأوبو R17 Pro الجديد رقم 48 ميجا بيكسل رقم 48 ميجا بيكسل سمعناها كذا مرة في 2019 سمعناها مع الوانر V20 وسمعناها مع ريدمي نوت 7 الشركتين الموجودين في السوق الذين يصنعون سنسور 48 ميجا بيكسل واحدة فيهم هي سامسونج والثانية هي سوني لسه لا يعرف من فيهم الذي عمل السنسور للموبايل لكن أكيد شيئا جدا نرى ميجا بيكسل وكاميرات كويسة على موبايلات المايد رينج مثل F11 مكتوب في الصورة رقم 48 ميجا بيكسل تكون كاميرا أمامية كاميرا سيلفي ولكن التسريبات الموجودة تقول لا تكون الكاميرا الأساسية الخلفية وكاميرا الأمامية ستكون 32 ميجا بيكسل رقم كبير جدا على كاميرا سيلفي للأسف هذه المعلومات الموجودة حاليا عن Oppo F9 وعرفنا أيضا متسريب اللي فات الموبايل مفروض ينزل مع أندرويد 9 وأندرويد پاي رغم أن أندرويد كيو يعتبر على الأبوام وتحمس أكيد أعرف معلومات أكثر عن Oppo F11 ومؤقر مصراحة Oppo ماشية في ستريك من الإبهار تعملنا مختلفة فعليا المفروض أن Oppo لديهم مؤتمر إن شاء الله هذا الشهر قريبا جدا نشوف منهم إيه الجديد بس مش Oppo الوحدة هي اللي عايزة تشد انتباهك في الفئة المتوسطة سامسونج أيضا سامسونج من الفترة أعلنت عن M10 أو المحاولة لها فعليا في موبايلات الميد رينج وما تحت الميد رينج لكن كان من الغريب أننا لم نسمع أي شيء عن M30 التسريبات اللي سمعناها قبل الإعلان الرسمي كانت تقول أنها سيكون في جالاكسي M10 M20 لكن في وقت الإعلان لم نرى M30 وهذا كان اختفاء غريب لكن دلوقتي هناك تسريبات وتلميحات عن M30 واللي ممكن يكون موبايل بمواصفات أعلى أو سينزل في أسواق مختلفة تسريبات اللي ظهرت عبارة عن رندر مع شرح تفصيلي بسيط لمكونات أجزاء الموبايل من النظر الأولى ممكن لا تلاحظش أي فرق بينه مثلا وبين M20 لكن لو ركزت شوية بزيادة في ظاهر الموبايل ستلاحظ شوية فروقات أولا هنا في كاميرا زيادة M20 كان يأتي مع كاميرتين وحدة 13 ميجا بيكسل وحدة 5 ميجا بيكسل وحدة 5 ميجا بيكسل هنا ظهرت لدينا كاميرا ثالثة وحدة 5 ميجا بيكسل في الغالب ممكن تكون كاميرا تلي فوتو وكاميرا زوم لكي يكون لديك الوايد والزوم والكاميرا العادية أبعاد الموبايل مفروض أنها أكبر بسيطة من M20 والشاشة هنا ممكن تكون 6 أو 4 من 10 إنش وفي الغالب ممكن تكون من نوع AMOLED طبعا Infinity V AMOLED هي نفس الشكل الكاميرا الأمامية هنا المفروض حسب التسريبات 16 ميجا بيكسل في حين إنها في M20 كانت 8 ميجا بيكسل التسريبات كمان بتقول البطارية ستكون نفس حجم البطارية في M20 وهو أكيد ممتاز جداً 5000 ميلي أمبير M20 لو فاكرين كان سيره في حدود 155 دولار بالتقريب تحويل طبعا من العملة الهندية M30 عندك شاشة AMOLED لو تسريبات صحيحة شاشة AMOLED كاميرا خلفية إضافية وكاميرا أمامية أحسن فمش عارف ممكن يكون سعره كام بصراحة لو سامسونج قدرت توجه الموبايل ده حوالين المتين دولار أصب أنه ممكن يكون صدقة كويسة جداً استوار أيكم متحمسين أكتر مثلاً لل M30 ولا لل أوبو F11 ومع أننا بنتكلم على فاة المتوسطة فخلين نأخد خبر سريع كده من رادمي طبعا فاكرين رادمي نوت 7 الموبايل الأول من الشركة بعد ما بقى لها براند منفصل عن شركة شاومي الموبايل ده عمل دقة كبيرة جداً رادمي نوت 7 كان متوفر بكميات محدودة جداً ويتباع في أسواق محدودة جداً والشركة كانت تعمل حاجة اسمها Flash Sale يعني بتعرض كميات محدودة من موبايل وكانت تخلص في خلال ثواني أو دقائق ودلوقتي رادمي أعلنت أنها باعت مليون جهاز من رادمي نوت 7 في خلال أول شهر بس طبعا النجاح كبير جداً لأسف لا يوجد أخبار امتى سينزل جهاز ده في مصر أو في العالم العربي عمتاً هل سينزل بسعره اللطيف جداً أو سنرى استهداد غريبة في السعر ولكن أتوقع إذا نزل بنفس السعر فهيجدد نجاح كبير جداً وعلى فكرة رادمي تحضر الجهاز بمواصفات Flagship سينزل خلال 2019 وينزل مع Snapdragon 155 وأتوقع جداً سيكون خليفة البوكو البوكو بتاع 2019 سيأتي من رادمي وعلى سيرة الملايين والأرقام القياسية فاكرين من أسبوع تقريباً كنت أخبرت لكم أن هناك لعبة اسمها Apex Legends نزل من ستوديو اسمه Respawn نعمل لنا سلسلة Titanfall قبل كده هذه اللعبة نزلة فري مثل فورتنايت اللعبة مثل فورتنايت فري على البي سي وعى الإكس بوكس وعى البلاي ستيشن والنهاردة بعد أسبوع واحد وصلت إلى 25 مليون لعب هذا نجاح حيستيري بعد ثلاث يام وصلت إلى 10 مليون لعب وجبتي بعد أسبوع وصلت إلى 25 مليون وستعرفين في خلال شهر أو سنة قياساً بعد أن نزلت فورتنايت بأربع شهور وصلت إلى 45 مليون لعب فواضح أن Apex Legends ماشية في التجاهة قوي جداً هي ممكن اعتبارها بداية منافسة لفورتنايت فورتنايت دلوقتي وصلت إلى 200 مليون لعب بعد أن دخل من العام اي او اس و اندرويد طبعاً أحسن حاجة في الموضوع أن هذه الموضوع فيه حاجات ممكن تشتريها لو عايز لكن ليس لازم تشتريها لو لم تشتريتها أنا زلت جيم فعليا عن اللابتوب شغلك كويس جداً ثلاثة جداً لسه مش خبير فيها ولكن شغلك كويس جداً والحاد الوقت كل الريفيوز اللي شوفتها عن Apex Legends قوية جداً لعبة عاملة نجاح فعلاً من ناحية الداونلودز ومن ناحية أراء النقاط وما إلى ذلك ويمكن بعد ما أتعمق فيها بأعملكم ريفيو أنا كمان لو فاكرين الآن اللي فاتت في مؤتمر جوجل اي او على ما أتذكر جوجل كانت عرضت نظام نظام نافيجيشن بيعتمد على الAR أو الوجمينتد رياليتي نافيجيشن ده للأشخاص يعني نفرود استخدامه وانت ماشي على رجلك نافيجيشن طبيعاً انت بتفتح المابس بتشوف الخريطة بتلاقي نفسك عبارة عن نقطة على الخريطة ومش عارف بالضبط اتجاهك بيكون عامل ازاي اللي عملته جوجل وباستخدام الواقع المعزز والذكاء الصناعي وما إلى ذلك ان انت هترفع كاميرا الموبايل هتوجهه على الحاجات اللي حواليك هيقدر يتعرف عليها ويحدد مكانك بالضبط مقارنة او نسبة الحاجات اللي حواليك في الخريطة وبنقل على ذلك هيطلع لك اسهم واتجاهات في الكاميرا في الفيو اللي قدامك بالضبط بحيث تعرف انت الحاوضة اللي جاية فيين او الداخل اللي جاية منين الموضوع حيكون سهل جداً طبعاً الكلام ده كان في جوجل اي او يعني كان مجرد لسه خيالات وابحاث وما إلى ذلك لكن دلوقتي جوجل بدأت تجرب الابتشن فعلياً ولكن بداية كويسة حتى بان نشوفه عندنا قريباً الموضوع ده سيكون مفيد جداً لو انت مسافر او بتتجاول في مدينة جديدة او حتى تاهي في حتها ولا تعرفش فيها الابتجاهات سيكون مفيد جداً انت بس طرف على موبايل تبص حواليك وموبايل هيحدد لك بزبط تمشي ازاي قدامك على الخريطة حتى الوقت يا زيان وقتلكم الموضوع تجريبي لسه هينتشر في وقت الدول وما إلى ذلك واتمنى كمان هو يوصل للمابس العادية لو انت مثلاً تستخدم جوجل مابس في السواءات العربية الموضوع يكون ألطف بكتير شركة ميرس هيدس بتستخدم نظام شبيه جداً بكده بيباين لك الفيو اللي قدامك حقيقي لك كاميرا كأن فيه كاميرا قدامك ويباين لك الحوادات بتاعتك او الاتجاهات اللي انت مفروض تروح فيها قدامك على الكاميرا طبعاً اوبشن خطير يعني نافيجيشن هيحسسك ان انت تلعب فيديو جيم او جي تي اي مثلاً جوجل كمان كانت تعرضت ان ممكن يكون فيه زي فوكس او تعلب كده هيمشي قدامك بحيث انت تمشي على الكاميرا طبعاً وحيث تعرف الاتجاهات بسهولة لكن لسه الابشن ده مش موجود هليني نرجع تاني لسامسونج والمفروض طبعاً ان سامسونج بتحضر نفسها قريباً جداً عشان تعرن عن موبايلات الجالكسي اس 10 يوم عشرين فبراير وواضح كمان ان سامسونج عايز اتزود حماس الناس عن طريق شوية فيديوهات قصيرة نزلات على اليوتيوب بتوضح لنا بعض المميزات المهمة القادمة في الجالكسي اس 10 ومثلاث فيديوهات بيباريونا ثلاثها من الابشن اللي جايين في الاس 10 ولكن طبعاً بفضل التسريبات الكتير جداً مفيش حاجة فيهم جديدة لكن تأكيد اللي عرفناها من التسريبات اول فيديو بيأكد مبارات الجالكسي اس 10 اس 10 واس 10 بلس سيجوا مع بصمة تشتغل من خلال الشاشة طبعاً عارفين الكلام من زمان لكن الجديد طبعاً هتكون من النوع الالترا ساوند الالترا سونيك المفروض هتكون اسرع من النوع الاوبتيكال الموجود دلوقتي تاني فيديو بيأكد تسريب حديثي مع الجالكسي اس 10 وهو هيجي مع كاميرا امامية تدعم الفور كي وفيها امجي ستبليزيشن الكاميرا دي هتكون 10 ميجا بيكسل بصلاحة كاميرا السيلفي من الابشنز اللي انا متحمس لها جداً واضح ان مواصفاتك جداً وتطوير اكيد لأيه كاميرا السيلفي موجودة دلوقتي منشوفش فور كي على الكاميرا الامامية ومنشوفش برضو منع احتزاز غير نادراً يعني طبعاً عندنا دلوقتي دي اكس او مارك بيعمل تقييمات للكاميرات الامامية فاكيد هنشوف منافسة شارسة والفيديو الثالث والاخير بيأكد موضوعاً فيه شحن الاسلكي في المباليات الجديدة بسرعة 15 واط او بقوة 15 واط سيكون فيه شحن الاسلكي عكسي تسعوات زي ما برضو ما سمعنا من التسريبات القبل كده التالت موبايلات من فترة قريبة ظهر لهم تسريبات لصور رسمية صور حقيقية للموبايلات بتوضح لنا كل حاجة محتاجين يعرفها طبعاً عن التصميم بحزين مؤخراً بقت التسريبات اوفر جداً على اي حاجة بقينا بنعرف كل تفصيلة في الموبايل قبل ما ينزل بكتير مفيش اي حاجة بتفلت فعلياً حاجة لطيفة وليس لطيفة في نفس الوقت وقت المؤتمر رسمي تشعر نفسك طبعاً عارف كل الكلام ده مفيش اي مفاجأة يعني مفيش عنصر الابهار وقت المؤتمر هتبقى انه يكون لسه في مفاجئات مستخبية لسه نعرفها وقت المؤتمر في موبايلات الجالاكسي اس 10 الجديدة وعليس سألكم سؤال دلوقتي عن طريق التصويت هل انتم متحمسين لموبايلات الجالاكسي اس 10 الجديدة ولا شايفينها مثلا محبطة نوعاً ما نتيجة نحن عرفنا كل حاجة عنها او نتيجة المنافسة الموجودة في السوق الانتساب معودة اقريكم وبس مع هذه الاخبار والتسريبات نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من موجز تكنولوجيا لو عابكم الفيديو لا تنسوش العائق العريف تشاركوا في القناة وشغلوا جرس التنبات عشان توصلككم من كل الاخبار الجديدة اول باول شوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي سلام هم اطلق